مرحبا بكم قبل ان نبدأ مادة اليوم مقدمة سريعة انه احنا في كينزيتك حريصين انه نسهل لكم المادة ونسهل لكم المقرر فلذلك لو دخلتوا على الوبسايت كينزيتك.com وتروح على كورس البيتون هياخدكم على الكورس تبعي البيتون which is free مجان طب ايه الفائدة لو روح على الكورس انه هتلقوا نفس الفيديوهات الموجودة بس اضافة لها اي كود مذكور في اي سكشن وفي اي لسن هتلقوا موجود يعني البرامج المكتوبة الوبسايت الرابط الموجودة في الانترنت كلها موجودة بالوبسايت فتروحوا انتوا على الدرس هتلقوا الرابط ممكن تعملوا الداونلود اي برامج احنا هتكلم فيه في كل سكشن هتلقوا ممكن تروح تعملوا الداونلود فلو اليوم هتكلم عن ال first python program تبع ال print hello world انا ممكن اروح وعملوا الداونلود على طول فأي chapter لو تروح على كينزيتك.com وبعد كده تختاروا python او تحطوا الرابط بالكامل كينزيتك.com سلاش كورس سلاش python هتدخل على python take the course الكورس مجان سجل على المادة وبعد كده تقدر تعملوا الداونلود للكود اللي هتشوفوه في جميع الشابترز خلو درب دي المادة مع بعض مرحبا بكو اخوان اخواتنا العزاب في رحلتنا في ال python طب احنا عمل ننستل لتو things عمل ننستل لال python نفسه وبعد كده للكود editor اللي موجود معنا طب هل من الضرورة انه لازم كوران دي code editor ولا ممكن استعمل ال python من غير code editor وإن كان مش لازم طب ايه ميز ال code editor فخلونا نشوف مع بعض بطريقة سريعة اليوم فلاحظوا معنا انه هذا ال program تابعنا We are printing Michael منعني عندنا ننالا variable X اللي هو يعادل Michael لما نعمل print وضيع القيمة Michael It's gonna run طب ال Command دا عمنيه أنا رن لل Command أو لل Program لاحظوا انه الـ Code Editor بتقول لي انه الـ Python, الـ Program نفسه المكينة اللي بتحركه, الـ Libraries كل الأشياء متعلقة بالـ Python نفسه, الـ System نفسه موجود بهذا الفولدر وـ It's got to run the file يعني الكود تبعي بهذا الفولدر بمعنى انه لو انا رحت في Windows ودورت في C, Users الفولدر هذا كامل هجد الـ AppY Folder وهذا هو الـ App.Titon File ممكن اعمله Edit عندي بالـ Notepad مثلا خلينا نبتح Open with Notepad وحغير from Michael to Sarah وعمل له Save فقال مش محتاد الـ Code Editor عشان أغير الفايل اللي عندي ممكن من عن طريق الـ Notepad أو عن طريق الـ PC على طول أقدر أغير الأشياء اللي عندي طب انا عاوز اعمله Run فقال لي انه هذا الـ Path هذا المكان الموجود في الـ Python وهذا المجال المكتوب في الفايل تبعك فأول شيء تعمل Run في الـ Python وبعد كده تسمي الفايل الـ Location تبعي الفايل نعمل Copy لهذا الـ Line نعمله Paste It ran وعلى طول كتب الـ Output Sarah فأخذ الفايل الجديد اللي جددنا في إبقى الـ Code Editor مش ضروري ممكن ندخل على طول على الفايل نفسه حسب الموقع اللي هو فيه قولنا نطريق الـ Notepad وانا بعرف ناس كثيرة عندها خبرات سنوات بالـ Python فبتدخل على طول بالـ Edit Plus أو بالـ Notepad وإلى آخره وبعمل Editing و they're done بس الميزة بتاعت الـ Code Editor بس عرفنا إنه بس عرفنا إنه الـ Python بعد كده احنا ممكن نعمل Editor زي PyCharm عشان تسهل لنا الأمور بذاته وإنه حنكتب برامج كثيرة يعني وربا نيوفيك الجميع شكراً نتمنى إنه حلقة اليوم تكون أنالة إعجابكم عندك 100 من السيشنز في الـ Website تابعنا